راديو الكل وتحدثوا عن إجراءات الوقاية من كورونا بالقول طبعا من ناشر المنظمات الإنسانية أنه يدعمونا بالكمامات بالمعاقيمات المركزة في عنا نقص كتير واضح وكبير بمياه الشرب ومياه الغسل نقص كتير كبير مما يؤدي لازدحامات كبيرة لما يجي خزان الماء بس يجي خزان ما يتصير ازدحامات كبيرة وهذا الشيء بيؤدي لتفشي المرض أكثر بالنسبة لإجراءات الوقاية ضمن المخيمات اللاجئين فعنا مخيمات اللاجئين ما في أي اهتمام أبدا أبدا للأساس خص التزام الناس بالوقاية اللي هو بالأساس التزام يعني بقدر صغير مكبير هلا أنا كناشط لما أسأل حدا قاتل مخيم ليش ما بتتقيد بإجراءات الوقاية فبيكون جوابه ببساطة ببساطة مطلقة لك إذا الجهات الرسمية اللي هي عم تطلب التقيد بالإجراءات مو متقيدة فليش حتى أتقيد أنا من جهته يوضح إبراهيم أبو الليث مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني في حلب لراديو الكل أن الفريق اتخذ كافة الإجراءات الوقائية من كورونا في المخيمات لحماية الأهالي بصراحة منذ اليوم الأول لدخول هذا الوباء إلى المناطق المحررة عملت فراءنا على تكسيف حملات التطهير ضمن المخيمات بالإضافة كان في عنا حملات توعية عن طريق الفراء المنتشرة ضمن المخيمات كان في عنا أكثر من 780 حملات توعية ضمن هذه المخيمات لحتى توعي الناس عن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وتحذر الناس من خطورة هذا الفيروس بشكل كامل وتشهد مخيمات شمال غربي سوريا ضعفاً في الخدمات الأساسية ونقص كبير في المساعدات الغذائية والطبية في ظل غياب كبير للتدابير الوقائية من فيروس كورونا الذي يشهد تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين في الشمال المحرر رناتو تنجي راديو الكل راديو الكل